مساء الخير أستاذ عبد السلام أستاذ نور أستاذ عبد السلام على ما يبدو أن وطيرة ردود الأفعال ترتفع ما بين أوروبا وروسيا النمسا اليوم أعلنت عن خطة طوارئ مؤلفة من ثلاثة مراحل مع العلم أن النمسا تعتمد بنسبة 80% على الغاز الروسي هل نحن أمام مواجهة حقوقية أم هي ليست أكثر من خطابات إعلامية نعم سيدتي تحياتي لك بداية تحياتي لقناتكم الكريمة أنا لفتني كثرة العنوين في نشرة الأخوار وهذا شيء جيد قل ما نلحظه في وسائل الإعلامة الفضائية العربية سيدتي رغم برودة الأجواء السياسية وتحسن فرص الاتفاق من خلال المفاوضات التي أشرفت عليها تركيا بين الطرفين الأوكراني والروسي ورغم خروج نتائج مبشرة من هذه المحادثات وهذه المفاوضات إلا أن من واجب الدول الأوروبية أن تتخذ إجراءات استراتيجية لها علاقة بأمن الطاقة أمن الطاقة اليوم لا يختلف من حيث الأهمية عن الأمن الغذائي ولا عن الأمن السيبراني ولا عن الأمن العسكري أعتقد أن هذه الأجواء لم تستطع أن تقلع الأوروبيين بأن الأزمة في طريقها إلى الحل خصوصا الدول التي تعتمد على النفط والغاز الروسي بنسبة أكثر من 50% كالنمسا هذه الدول لابد لها أن تعيد قراءة مخططاتها وبرامجها الاستراتيجية فيما يتعلق بأمن الطاقة حتى لو اتفقت الأطراف في أوكرانيا وروسيا وانتهت الحرب الأوكرانية لأنها اكتشفت بعد هذه التجربة بأن أمن الطاقة لا يمكن أن يكون في سلة واحدة ومن جهة واحدة نعم أستاذ عبد السلام إلى أي حد برأيكم تستطيع أوروبا الاستقلال عن الغاز الروسي خاصة بعد عدة زيارات من النمسا وغيرها إلى دول الخليج العربي لمحاولة لربما تعويض جزء من الطاقة هي تستطيع ما من شك ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت يحتاج إلى خطط عمل طويلة المدى يحتاج إلى تغييرات جوهرية ربما في مسائل تنوع مصادر الطاقة يحتاج إلى علاقات جديدة مع الدول يحتاج إلى قراءة حقيقية لأمن المنطقة في المستقبل يحتاج لمعرفة الخارطة الصراع الدولية وما سينتج عنها من تغييرات في المرحلة القادمة يحتاج لحكومات وربما يحتاج لموازنات إضافية لدى هذه الحكومات نحن نلاحظ بأنه تمهيدا لرفع أسعار الوقود بعد هذه التغييرات المنتظرة نرى بأن الحكومات قد زادت خاصة في النمسا قد زادت من قيمة المساعدات الاجتماعية نلاحظ أن الحكومة تتخذ سلسلة من الإجراءات وكأنها تماهد لارتفاع أسعار الطاقة في البلاد هذا ممكن ما من شك ولكنه يحتاج لوقت الوقت هذا لا يمكن أن يكون وقتا قصيرا يعني أسابيع هو أشهر وربما سنوات الحقيقة ولكن يعني هل الصناعة هل الصناعة ستصمت أو ستستطيع أن تصمت يعني مع نقص إمدادات الغاز رأيكم؟ بالتأكيد سوف تصمت لأن هذه الخطة لن تكون خطة مفاجئة هذه الخطة ستكون على مراحل هذه الخطة ستأخذ بعين الاعتبار استبدال الغاز بالطاقة الكهربائية هذه الخطة ستأخذ بعين الاعتبار مشاريع الطاقة النموية التي قد تعود لها أوروبا مضطرة بعد هذه الأزمة هذه الخطة ستأخذ بعين الاعتبار الكثير من الأفكار المتعلقة ربما بالطاقة الشمسية وجرها من الجزائر الطاقة من دول مثل ليبيا والجزائر الأقرب إلى أوروبا الطاقة حتى من دول الخليج عبر أنابيب ومشاريع ومن مصر مصر اليوم تعتبر من أهم الدول التي تمتلك كميات هائلة من الطاقة ربما تحتاج لمزيد من الاستثمار في مجال استخراج الغاز حتى تصبح قادرة على تقديم ما تطلبه أوروبا من احتياجات في مجال الغاز ثم إن موضوع روسيا حتى هذا الموضوع يعني لا يمكن أن نقول بأنه سينتهي كليا ضخ الغاز الروسي ولكن هذه الدول تسعى من أجل تنويع مصادر الطاقة لا أن توقف كليا استيراد الغاز من روسيا خصوصا بأن الأجواء السياسية تبشر بوقف إطلاق النار تبشر باتفاق سياسي في أوكرانيا ولكن هذه الأزمة علمت الدول أن لا تعتمد على جهة واحدة في نسبة عالية من احتياجاتها من الطاقة يعني 80% من احتياجات النمسا من الطاقة من دورة واحدة هي روسيا هي مسألة فيها تهديد للأمن القومي الاستراتيجي وبالتالي هم معنيون بتنويع مصادر الطاقة حتى لا تحصل مفاجآت تؤدي إلى توقف المصانع وتوقف الحياة التجارية وتوقف تنقل الناس وتوقف والوصول إلى مرحلة حرمان المواطن من التدفئة في الشتاء وما إلى هناك نعم يعني يا أستاذ عبد السلام يعني إذا ذهبنا قليلا إلى أزمة اللاجئين هل برأيكم ستستطيع أن نمسا التوفيق بين أزمة الغاز وأزمة اللاجئين الجدد من أوكرانيا؟ أو ربعهم يعني الملفان منفصلان في واقع الأمر وإن كانوا ضمن إطار قضية واحدة هي قضية الحرب الغزو الروسي لأوكرانيا قضيتان منفصلتان أعتقد بأن قضية اللاجئين يعني أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا بأنها ستشارك في تمويل البرامج المتعلقة باستقبال اللاجئين وأعتقد أن الدول الأوروبية كلها متفقة على أن لا يكون الحمل على دولة واحدة كبولندا أو غيرها أعتقد أن هذا الملف سوف تتعاون في الدول الأوروبية وهو ملف صغير بالنسبة لإمكانياتها الكبيرة وعليه لا أعتقد بأن هناك رابط بين ملف اللاجئين وملف الغاز ملف اللاجئين ملف مؤقت ينتهي بانتهاء الحرب ملف الغاز قضية استراتيجية لها علاقة بأمن الطاقة في البلاد يعني شكرا جزيلا لك الإعلامي والباحث السياسي والحقوقي عبد السلام عقل شكرا لك جزيلا على كل هذه المعلومات كنت معنا مباشرة من لندن شكرا لك شكرا شكرا